هي أنا إستميرة جنسية مغربية قوية راجوية الراجا جمعورها رسمعها يو السلام عليكم عشر الجراد كيف رأكم مرتاحي الأمور مزيدة الحمد لله أولا عودتني رجع لكم في الشان ثانية دي الراجا والسود أولا على ميتكا الميركات وخرجوا نحن باقي ما نش ندخلوا لديك ميتكا اي با صحبي والله يتاعي المهم ما رحو يكون في فيديو أشنو تعريف الراجا كيف ديما غادي ندوه على ميروش موحيط الراجو غادي ناقشو بناتنا خصوصا أن البارح كانت نهاية الميركاتو الشتوي في المغرب و ترى ما يمكنش أصحبي على ضغط كنا أي شيء حالا كنت سننا الراجا تعيط علينا ننية يا صحبي المهم أنت ما تنساش هي غير ديك لايك لدي الفيديو وشي كومنت تحت أدوج لعيبات لي كعونوا الفيديو باش أنه يطلع الناس آخرين وتقابونا وعدنا ونكملو ديك مياتكا أما لك انت جديد فارق نقول لك مرحبا بك معنا بدك سابسكرايب وزيّر ديك الصمتة وتيالله بي نان بدعو أول موضوع غادي مدوه بالفيديو ديليوم فقرة أشنو طريف الراجا واللي هو الموضوع الميركاتو ليسا للبارح ماتناش ديلي بالطبط و أكيد نهاية دي الميركاتو أرفت بزيف دي الأحداث مش غير نهاية حتى قبل اليومين أسماء اللي تبارتاجوا صراحة نراك يدروه في الراسه ندرج ديك الشي اللي تبارتاج قبل الميركاتو بيومين الغد لي ما بقعت منه شي حاجة نافين كندوه على ديك موسفيان ودك قرناص وصامبو وشي اسميات أنا ما عرفتم ش منين طاحوا صراحة الموية بالنهاية دي الميركاتو دي البارح اللي عرفات بزيف دي الجديد وأولهم وهو أن نرجى التعقدات مع مواجم جديد أو مواجم أجنبي جزائري واللي هو رياض بنياد لدي مواجم جديد لن تكون نواتي اليوم أو شي حاجة ذاك الشي الشنطن اللي كنتي بقى ما تفرشي شغلات القليان في أول كوموندير وبهذا فرر الراجعة ستكون كملة الصفقة الثالثة لفد الميركاتو هذا من بعد هيرفيقاي ومن بعد أبريغو نهاية الميركاتو للمسألة تباد فقط لدرجة أنه ملاحظة تكيت بارتاجوا واحد الخبر آخر اللي هو رسميا مروان فخر يفسق عقده وبالترادي مع نادي الرجاء العالمي وكيتنازل بثمانين في مم المستحقات العالقة والحارس ينتقل نيشان إلى نهضة زمامرة الله نهضة دي جدويني عليوك نقلنا بأن مروان فخر يبشي كإعار زمامرة ولكن جاء الحسم في آخر تواني على طريقة مالونغو تواني الأخيرة دي الميركاتو ما خرجش لنا فقط دي الخابرة دي الفخر وإنما كان واحد سراع آخر دي المكتب على المواجه مجديد اللي جابو درجة أنهم كي سارعوا الزمن باش أنهم يخرجوا الورقة الدولية اللاعب زيت دينا رياض بن عياد والحمد لله وهو أننا توصل لبدل الورقة الدولية وبهذا دعوه فرعا اللاعب ما عنده تشي مشكلة وفقط خاص غير اللاعب يكون واجد باش أنه بدا معنا الماتشات للولين دي الشطر الثاني من البطول المشكلة عند اللاعب يجزت فين كين كينة عند اللاعب هيرفيقا اللاعب اللي كنجبنا من الفتح ليش الفتح اللي بعتو لنا وإنما اللاعب كان في سخ من طرف واحد بسبب المشاكل اللي كان عنده معهم والراجة السينة ما اليوم منتاشرش خبار قد قول بأن العصبة الاحترافية رفضت باش أنها تقالد اللاعب باش أنه بدل ماتشات الأولين دياله مع الراجة والشي كامل بسبب دكتاع اللي كان دارت تفتح الرباطي بخصوص الموضوع والجواب الأخير فضل الموضوع هذا فرا غادي تعرف نهر عشرين من هذا الشهر وبهذا فرا هيرفيقاي غادي غادي غيب على فريق الراجاء الرياضي لجوز جوالي جيين يعني الجوال الستاش والجولة سبعتاشر قد نمشو الموضوع آخر صراحة مش موضوع وإنما سؤال واللي هو امتاش غادي تلعب الراجة ترعبش حدي الأسئلة بحالات قصة امتاش غادي تلعب الراجة المهم الراجة كانت في طريقة باش أنها تبرمج ما تشودي خصوصا أن العودة ديالبطولة البارة حد شي ما كانتش بينها وخصوصا أن الأخبار اللي كل شي عارفة بأن البطولات مكارجوه حتى كي سيلي وبهذا فراجة قررت باش أنها تبرمج ما تشودي اميكال كونتر ترجي الرياضي التونسي نها 7 في هذا الشهر هذا بمجرد مسألة الميركا طول بارح بالليل تكتسمع لي يا رسميا تم برمجت مباريات الدوري الاحتراف في الشطر الثاني ديالو مباريات الجولة السطاش والجولة السبعتاش وبهذا فراجة ثاني سنرى بطولة البشير أرينا الجولة السطاش اللي ستكون مبين سبعة ثمانية من هذا الشهر هذا والجولة السبعتاش اللي ستكون نهر عشر حداش من هذا الشهر هذا يعني فراجة كونتر برشيد في الجولة السطاش اللي ستكون غالبا يأم سبع يأم ثمانية بخصوص البرمجة كاملة بقية ما تلاحطش بخصوص كونه هو الحكام وطيرا اللي يتلعب فيه والوقت اللي يتلعب فيه وصراحة ان تشو لكي تسنى كل شي هاتش كل شي بغي يعرف الراجة فيه يتلعب خصوصا ان اللاعبين ضد برشيد وراجة تستقبل في برشيد فرا هذا بلان بوحده وكنتسنى الجواب دلو كيفاش غديكون المهم حاليا غديمشوندروا واحد ملخص بصير دي الميركاتو الششوي دي الراجة في عام 2014 ودي الميركاتو هذا السميت اللي تتبارتاجو فيه كثرة من السميت اللي جاو في البوطولة كاملة واكيدة الشي عادي خصوصا ان فريق كراجة رأي يلاعب كي يروج راسه ويربط سميته بالفريق دي المهم الميركاتو دي الراجة اللي يخرج بخلاصة ثلاثة دي اللاعبين اللي جاو عبريقو هيرفيقاي وبن عياد ومشاولينا خمسة دي اللاعبين من الفريق الاول اهولو السوبول البداوي فخر وباعيو اما الاسماء اللي تبارتاجو رأي يلاجيننج بدو مرة ما غادي نساليه حتى الغدى بالاشياء راك نقول لك غادي فيه في 11 لاعب فرقة دي الكورة خاصة غا مدريب جميع الراجوين قبل ما يبدأ الميركاتو كانوا يتخيلوا انه غادي يكون حسن مناكة خصوصا غادي تمسد مراكز الخاصة اللي كانت واضحة وخصوصا او تاني انه الرئيس كان نخرج بشي تصريحات خلت بنادم انه يعيش في احلامه في الاخير ما كان من نواله فاش ندوي على مراكز الخاصة صفره كان ندوي على ثلاثة دي اللي بوصد ضروريين اولا الدفاع ثانيا الظاهر الايمن اللي ما كانش البديل ديالو وثالثا رأس حربة غادي نقدر نقولوا ان الظاهر الايمن اللي قينا باش نرقع اللي هو رأس حربة غادي نقدر نقولوا هو ان ابن عياد غادي نسدو بيدك تقوى ولكن رباش نكون واقعين الدفاع رباقي في الخاصة وهذا شيء من السنة تفتف اهم حاجة اللي كانت في الوقاية دي الميركا طولي هو رفع المنع اللي كان عن الفريق اللي كان المجموع دلوما يقارب تسعمائة مليون بالمنع الدولي والمحلي والحمد لله ان الفريق نجح باش انه يحلد الموضوع ونجح باش انه يقييد اللعب الجداد ديال الفريق وغادي نختمو هذا الميركا طولي من الماضي حاليا الميركا طولي من الماضي و اي كلام اللي يولى معاتبة شخص فرغد يكون بدون فائدة خصوصا نفضر فيها فالمعاتبة تجي من بعد الاخفاق اما التهرس وحنا بقلينا سيمانة البطولة فرغد يكون غد الدراجة فجميع اللاعبين ومنهم حتى الانتدابات الجديدة فرهم ملو وحدين منا ولابسين توني اللي احنا كنشجعوه فره واجب علينا ان ندعمهم ونوقفهم معهم فموعدونا من بعد النتيجة النهائية الى كانت ايجابي وغاطر دي الجمهور فره هد شي اللي كانت منه اما الى كانت سلبية رد رغط رجع المسئول الاول يخاصه ويتعتبر ديك شي اللي مدرج لنا في المركاته واحسن حاجة ممكن انا نسالي وبيعت شي كامل ولي هي كل الدعم لمن يحب الخير اللي ناري اللهم يسير في ما هو جاي و اكيد قبل ما قد نسالي الفيديو ديانا منسوش باش نقوله بالشفاء العاجي الرئيس الراجاء محمد بودريقة اللي كيعامل منه واحد لوهكة صحية و اللي غالي دير عمله جراحية فكنت منه ولي الشفاء ان شاء الله وارجع لنا في اقرب وقصة